الهمزة أن ترسم منفردة على السطر تحدثنا عن رسمها على يا وعلى واو وعلى ألف واليوم سنتحدث إن شاء الله عن الحالة الرابعة وهي رسم هذه الهمزة مفردة على السطر أذكركم أن كنا قد ربطنا أحكام هذه الهمزة بقاعدة القوة والضعف وإعطاء الحكم للأقوى وقلنا إن أقوى الحركات الكسرة يليها بعد ذلك الضمة يليها بعد ذلك الفتحة ثم انتهينا من الحركات فيكون الأضعف من الحركة هو السكون وقلنا إن الذي يناسب الكسرة هو رسمها على يا والذي يناسب الضمة هو رسمها على واو والذي يناسب الفتحة هو رسمها على ألف والذي يناسب السكون هو رسمها على مفردة على الصطر وقلنا إن ذلك باعتبار ماذا باعتبار علامة الحرف المهموز وعلامة الحرف الذي قبله وإذا تأملنا هذه القاعدة من ناحية عقلية فإننا سنجد أنه من المفترض أن لا تكتب الهمزة على الصطر مطلقا لأن السكون لا بد أن يجتمع مع إحدى هذه الحركات الثلاث وإذا اجتمع مع إحدى هذه الحركات الثلاث فإن هذه الحركات أقوى من هذا يعني أنها إذا اجتمعت السكون مع الكسر سترسم الهمزة على ياء وإذا اجتمع السكون مع الضم فسترسم على واو وإذا اجتمع السكون مع الفتحة فسترسم على ألف وهذا يعني أنه لم يبقى لحالة السكون إلا اجتماع السكون مع السكون وهذا ممتنع إذن هذه الحالة امتنعت وبهذا نقول إنه كان الواجب عقلا هو ألا ترسم الهمزة على السطر مطلقا إلا أن العلماء أعطوها بعض الحالات لأحكام خاصة خالفوا فيها هذه القاعدة لذلك هي ترسم على السطر استذناء لا باعتبار هذه القاعدة وبالمثال يتضح الحال إن شاء الله تعالى لاحظوا معي هذه الكلمات عباءة عباءة أه 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 وما قبلها ساكن إساء أه براء أه تساء ألا تضاء ألا تشاء أما تراء أه إن أبناء أه طبعا أتينا بإن حتى تكون أبناء منصوبة وعليها فتحة إن نساء أه ومثلها أيضا أتينا بإن حتى نبين أنه في موضع النصب حتى يكون هنا فتحة في هذه الكلمات التساء لاحظوا معي أن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن مفتوحة وما قبلها ساكن مفتوحة وما قبلها ساكن وإذا أجرينا القاعدة السابقة فإن حق هذه الهمزة هو أن ترسم على ألف فترسم عباءة بهذا الشكل عباءة أه لأنه اجتمع الساكن مع الفتح والفتح أقوى من السكون وتكتب إساءة هكذا إساءة وبراءة تكتب هكذا براءة وتساءل هكذا وتضاءل هكذا وتشاء أما وتراءة وأبناء أهو ونساء أهو كان حق جميع هذه الكلمات تكتب بهذا الشكل إجراء للقاعدة إلا أن العلماء كرهوا توالي ألفين بهذا الشكل توالي ألفين بهذا الشكل فحذفوا هذه الألف فنزلت الهمزة على السطر وكتبت بهذا الشكل في جميع هذه الكلمات العلة واحدة وهو الهروب من توالي ألفين بهذا الشكل لذلك نقول إن الحالة الأولى من حالات كتابة الهمزة على مفردة على السطر بهذا الشكل هو أن تأتي مفتوحة وقبلها ماذا؟ وقبلها ألف إذا جاءت مفتوحة وقبلها ألف وقد كتبناها على السطر بمخالفة القاعدة باستثناء من القاعدة لأن كرهنا أن تلتقي الألف مع الألف في هذا الشكل فحذفنا هذه الألف فنزلت الهمزة على السطر في جميع الكلمات الكلام واحد إذن الحالة الأولى من رسم الهمزة المتوسطة على السطر أن تأتي الهمزة مفتوحة وقبلها ألف قلنا مفتوحة لأن الهمزة المفتوحة وما قبلها ساكن تستحق أن تكتب على الألف فإذا كان قبلها ألف اجتمع ألفان فحذفنا الألف الثانية ووضعنا الهمزة على السطر لاحظوا معي هذه الكلمات لاحظوا معي مروءة مروءة سوءة نبوء مجزوء مقروء مبدوء موبوء لن يسوء أتينا بلن حتى يكون الفعل مفتوحا إن ضوءه بهذا الشكل في جميع هذه الكلمات أتت الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن وكان من حقها أن تكتب على ألف حسب القاعدة فتكتب بهذا الشكل مروءة وسوء وسوء أه ونبوء أه ومجزوء أه هكذا ومقروء أتن هكذا ومبدوء أتن هكذا هه وموبوء بهذا الشكل ولن يسوء أك هه وإن ضوء أه هذا إذا طبقنا القاعدة السابقة وهي قاعدة ماذا قاعدة الضعف والقوة وأن الفتح هنا أقوى من السكون لذلك القاعدة تقول تكتب الهمزة على ألف إلا أن نستثنينا هذه الكلمات لأن جميع هذه الكلمات كما ترون جاءت الهمزة المفتوحة مسبوقة بواو ماذا ساكنة وجاءت قريب جدا من الطرف لذلك أنت لو حذفت التاء سيصبح مقروء مقروء لذلك سوءة سوءة لذلك هي قريبة جدا من الطرف فاستذنينا أيضا هذه الحالة حتى تتشابه قاعدة رسم الهمزة المتوسطة إذا كانت قريبة من الطرف وقبل هواو ساكنة وإذا كانت متطرفة كما سندرس إن شاء الله الهمزة في آخر الكلمة أيضا الهمزة في آخر الكلمة بهذا الشكل الهمزة في آخر الكلمة المسبوقة بواو ساكنة تكتب على السطر فأراد العلماء أن تكون القاعدة هنا وهناك واحدة فنقول إن الحالة الثانية من هذه الحالات هو أن تأتي الهمزة مفتوحة وقبل هواو ساكنة وكانت قريبة من الطرف بهذا الشكل فإنها تكتب مفردة على السطر إذن الحالة الأولى كانت أن تأتي الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف والحالة الثانية أن تأتي مفتوحة وما قبلها ساكن واو ساكنة وما قبلها واو ساكنة كما ترون في هذه الكلمات الحالة الثالثة والأخيرة هي كما ترون في هذه الكلمات موؤدة تبوؤك تبوؤك لاحظوا معي تبوؤك لاحظوا معي أن موؤدة تبوؤك لاحظوا معي أن الهمزة هنا جاءت مضمومة وجاء قبلها واو ساكنة وهنا جاءت الهمزة مضمومة وقبلها هنا واو ساكنة فلو أجرينا عليها القاعدة فقد كان من حقها أن ترسم بهذا الشكل موؤدة فيجتمع ثلاث واوات لذلك حذفنا هذه الواو فنزلت الهمزة على السطر كما ترون وتبوؤك عندنا هذه واو هنا قلت واو ساكنة لا هي واو مشددة والواو المشددة تتكون من واو ساكنة وواو مضمومة واو ساكنة وواو مضمومة لذلك الواو هنا تبوؤ تبوؤ جاءت مشددة كما ترون وهي عبارة عن واوين الواو الأولى ساكنة والثانية متحركة وبعدها مضمومة فكان من حقها أن تكتب حسب القاعدة بهذا الشكل تكتب بهذا الشكل تبوؤ لاحظوا هنا عندي واوان تبوؤ فيجتمع ثلاث واوات فلذلك حذفت بالإضافة إلى أمر آخر في هذه الكلمة وهو أنها قريبة من الطرف وإذا كتبنا تبوؤ فإننا نكتبها بهذا الشكل مفردة على السطر ترجمة نانسي قنقر